السائل يقول ما هو علاج من ينتابه الشك كثيرا في سورة الفاتحة وخاصة في بعض الحروف كتكرار حرف الرأع عند موضع الشدة ونطق العين بطريقة غير صحيحة كأن يقول نطقتها ألفا وكذلك بالنسبة لنطق حرف الضهد كأن يلامس أدراسه العليا عند نطقها لكن ليس عند مخرج حرف الضهد ما الحكم في أي حالة وعليه أن يتعلم وأن ينبذ الإيغال في الالتفات إلى هذه الجوانب لأنها تورثه وسواسا كما يذكر السائل علم التجويد أريد به ضبط اللسان لإعطاء الحروف حقها ومستحقها من الأحكام لضبط التلاوة ولا شك أنه يعني علم مهم يقوم الألسن في تلاوة كتاب الله عز وجل كما أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وكما قرأه نبينا عليه الصلاة والسلام لكن أحيانا يبالغ طلبة العلم في التمحيص ومحاولة الإتيان بالنطق الصحيح فيقعهم ذلك في الخطأ أو يورثهم شيئا من الارتباك واللبس الذي يفضي أيضا إلى الوساوس فلا حاجة إلى هذا الإيغال لا أقول لا حاجة إلى الالتزام بأحكام التجويد لا أقول لا حاجة إلى المبالغة والإيغال في الالتفات كم مرة كرر حرف الراء يعني اليوم علماء التجويد يقولون أنه لا بد أن يحصل تكرار لحرف الراء لكنه يعني لا يجاوز يعني مرتين حسب ما أذكر في حين أنهم قديما ما كانوا يقولون كانوا يعدون هذا من يعني العيوب المصاحبة لمخرج الراء أو لنطق الراء النطق الصحيح لكن واضح من المسألة أن صاحبنا يعني ينتابه الوسواس ولذلك فإنما تقدم من كيفية مواجهة هذه الوساوس يصدق عليه أيضا فخاصة إلى أن يزول عنه ما يجده في نفسه ثم بعد ذلك يعني يتعلم كيف يتقن ويضبط التلاوة وهو في حالة مستقرة صحيا ونفسيا يعني في هذه الفترة لا يلتفت لكل تلك الترددات نعم لا يلتفت يترك هذا الالتفات والاشتغال طالما أنه مبتلى بالوسواس نعم ولأن يعني مما رأينا أيضا أنه حتى لو كان متخصص يقول له أنت لم تخطي يعون مرة أخرى ويقول له يعني لعلك جاملتني لعلك راعيت كذلك رأينا في حالات كثيرة أنهم يفتحون لا أنت سمعت مني لكن المرة الأخرى ما أوضحت ما أوضحت جيدا أو أنني عندما قرأت فلابد من ترك الالتفات والاشتغال إلى أن يزول هذا الذي يجده وبعد ذلك يعني إن كان هناك خطأ حقيقة فتوجد من الوسائل والطرق ما يعينه بإذن الله تعالى على التعلم والإتقان بإذن الله عز وجل فتوجد من الوسائل والطرق ما يعينه بإذن الله تعالى